تتفاوت نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحق الانتخاب من دولة إلى أخرى ففي العراقي دعم الدستور حق المرأة في الترشح والانتخاب محافظة الأنبار التي تتميز بالعرف العشائري اختلفت في هذا الموسم من الانتخابات بمشاركة أكثر من عشرين شخصية نسائية للظفر بأربعة مقاعد تمثل نساء الأنبار تحت قبة البرلمان العراقية التجارب التي مرت بها المرأة أكسبتها قوة وجرأة كل هذا جعل من نظرة المجتمع للمرأة شيء مختلف شيوخ العشائر اليوم هم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع تأييدهم للمرأة نابع من إدراكهم الحقيقي بها وإنها قادرة على تمثيل العشيرة والقبيلة وحامية لحقوقها تتطلع نساء الأنبار للخوض في صنع القرار السياسي عبر مشاركتها في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة وتطمح النسوة بتغيير نظرة المجتمع لهن وعدم تغييبهن في التدرج للحياة السياسية فنجاح المرأة في العمل المدني من الممكن أن يضاهيه نجاح في العمل السياسي هذا الموضوع يحتاج إلى أن يكون هناك دراسة معمقة من كل الأحزاب في كيفية جعل المرأة مساهمة حقيقية في عملية القرار السياسي فأنا أقول بما أن المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها في العمل السياسي وعلى كل الأصعدة تحتاج أن تكون مشاركة حقيقية وليس شكلية في عملية اتخاذ القرار السياسي وإدخالها في كثير من الليجان المختصة التي هي معنية بالقرار السياسي وتختلف هذه الانتخابات عن غيرها بقوائم تتزعمها نساء في عدة محافظات عراقية أخرى هي المرأة الأنبارية إذن بين اختبارين الأول من يمثلها في البرلمان والثاني بأن تصل هي إلى البرلمان وما بين هذا وذاك فأن المرأة تريد أن تثبت بأنها ليست على هامش السياسة في العراق من الأنبار أحمد حسين العربية اشتركوا في القناة